اليوم الأحاضر 22 سبتمبر أيلول 20-24 عزيزي مولود العقرب مرئة لسا من مبارح أمورك شوي هيك متوترة يمكن أنت كمان عم تستعجل الأمور وعم تجي النتائج معاكسة لألك أو بالعكس يعني عم تظهر بعض العقبات اللي أنت محاطة ببالك ومعاملة بحسابك هلأ لا كتير تركز ولا كتير تصر على أنك تمشي الأمور مثل ما بدك لأنه اليوم ممكن يكون التأخير من نصيبك عزيزي مولود الأساد التحديات اليوم ما أنا كتير نافعها الحقيقة هلأ يوم هي الفترة كلها هي بالنسبة لألك كتير جيدة الحقيقة بس وقت بيكون الأمر معاكس لألك فممكن هيك يظهر خطأ ما أو يظهر موقف ما يكون في نوع من التطرف ممكن يسيق لألك أو يعني تنفهم مقاصدك بطريقة مختلفة فحاول اليوم أنك تكون أكثر مسايرة لأمزجة الآخرين وللواقع الحقيقة بدك تتقبل الواقع اليوم حتى لو ما عجبك عزيزي مولود أدلو مسؤولياتك كتير في عندك تغييرات بالفترة الحالية يمكن أمور بتخص أوضاع عائلية عقارية أو ربما أمور العلاقة بالأولاد عم بتناقشها بهذا الوقت بكل الأحوال حاول تتمسك بالهدوء وكالعادة دائما أدلوا صديق لأولاده فكون هذا الصديق بهذه الفترة اليوم عم بيفضل عزيزي مولود الجوزاء يبتعد عن الصخب غريبة يعني مولود جوزاء وبعيد عن الناس والحكيب يمكن ميال هيك شوي للنميمة أو ميال أنه يحكي بعض الأمور المخفية أو يناقشها حتى بينه وبين حاله هلأ إذا سمعت اليوم بعض الأخبار فما في داعي تصدقها وما في داعي تعول عليها مواقف أو تبني عليها أحكام لأنه اليوم الأمور كلها غائمة وغير واضحة انتظر لبكرة تتوضح الصورة أكتر عم تتقل اليوم عليك الوجبات والالتزامات عزيزي مولود القوس الحقيقة يعني هي فترة شوي ضغطة من مبارح بتمنى منك أنك ما تتراكم أبدا أمورك كان لسا عندك اليوم لتقدر تنجز الأمور الهمة لأنه بكرة ما راح تكون كتير الحظوظ ملائمة فلهيك أي شي مهم عندك خلصو اليوم ما زالت النقاشات المالية دايرة لسا تبي أجوائك عزيزي مولود الحمان ولسا عم بترتب ولسا عم فيه نفقات عم تضطر إلى بهذا الوقت الحقيقة يمكن شي متعلق بالشريك أو متعلق بشراكة معينة بحياتك ممكن أو بحقوق أو بديون أو بالتزامات أو ربما بمصاريف هلأ المصاريف حدث ولا حرج ممكن شوي تكون تحت ضغط نفقات طريقة بهذا اليوم عزيزي مولود الميزان يوم من الأيام الحلوة اللي فيه رواء ويمكن تروح لمصالحة أو تتوضح وجهات النظر بينك وبين الآخرين يلي كان فيه التباسات ما كتير فيه وضوح فاليوم ممكن يكون فيه مصارحة تاخدك لمصالحة أنت اليوم أبوابك مفتوحة للسلم للتوافقية والآخرين عم بيدعموا مبادرتك فأنا بشوف اليوم حتى ممكن تسمع كلمة حلوة مديح أو عجب عزيزي مولود السرطان يلي اليوم مهتم بالناس اللي حواليه مهتم بأصدقائه يمكن بالعائلة يمكن عم تتقابل مع أشخاص صار لك مدة ما شفتهم أصدقاء انقطعت عنهم لسبب ما كنت مسافر كانوا هن مسافرين بتعاود اليوم اللقاءات ويمكن تجدد بعض العلاقات يلي أصابا الأهمال حلولك اليوم سريعة عزيزي مولود الحوت يعني ما بحس أنه أي عائق بيصير أي موقف بيطرق فأنت قادر تلاقي له مخرج مناسب عندك تفكير سريع بالأمور وعندك حركة ذهنية عالية فلا هيك اليوم حتى بشوف أنه فيه إنجاز يعني لا أي شيء أنت بتحط أي هدف اليوم بتحطه ببالك طبعا من تفاصيل الحياتية فبتقدر اليوم أنك تحققه هلأ البعض مولود الحوت ممكن كثير عم يتهيأوا لموقع جديد أو عم يتهيأوا للدخول بخطوة جديدة بأمر ما يمكن يكون موضوع دراسي يمكن يكون تعليمي يمكن يكون مهني بس أنت جاهز له اعتبارا من الأسبوع القادم عزيزي مولود العزراء أنت من المولود اليوم اللي عنده نحظ كثير كبير وما عندك خوف من أنك تقبل أو تقدم على خطوة جريئة فشو هي؟ هل هي تغيير؟ هل هي انتقال؟ هل هي بداية جديدة؟ هل هي شأن عاطفي بتعلجه؟ هل هو سفار؟ عندك شي جديد عم بتفكر فيه وإلو طابع مستقبلي عموما بهاي الفترة تأثيرات قوية كثير على الآخرين وبداياتك الجديدة والفرص متوفرة جدا البعض منكم مشغول بأوراق والعلاقة بسفر عزيزي مولود الجديد يوم من الأيام الخالية من الإزعاجات الخالية من المنقصات سيما أنه أنا ما فيني اتجاهل أنه المريخي اللي موجود ببرج السرطان عمل لك هذا التوتر سواء مع الشريك سواء بشغلك سواء ببيتك فاليوم بالعكس الأمر اليوم داعم لألك كتير فعمل تسوية عمل تقارب عمل مصالحة أوضح بعض الأمور اشرح أمورك بهدوء فتح حوارات يعني إذا كان فيه التباسات أو السوق فهم اليوم الأمور جيدة والفلك داعم لما سعيك عزيزي مولود الثورة عم تستعيد الحماس والحيوية وعم تضع خطط بعيدة المدى هاي الفترة بالنسبة لك فترة قرار يعني خلال هذا الشهر في عمل كتير عندك ممكن يكون عروض بالوقت الحالي أو ربما فرص جديدة وأنت عم تفاضل يعني شو الأنسب شو الخيارات الأنسب لألك عموماً اليوم الأمر داعم وعم يعطيك طاقة رؤية واضحة تفكير سليم بأنك تروح باتجاه الأهداف الصحيحة تفكير سليم بأنك تروح خاطين هداف الصحيحة